اخلط 6 حبات من القرنفل مع معلقتين من عسل النحل وضعهم في هذا المكان قبل النوم لمدة 7 أيام وشاهد ما الذي سيحدث لك في الأسبوع الأول مفاجأة مذهلة ستغير حياتك وإذا كنت تعاني من مشاكل الكبد أو مشكلات في المعدة والقولون ومشاكل في القلب والشرايين أو كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة أو مرض السكري خصوصا من النوع الثاني أو التهابات في المفاصل أو هشاشة العظام فشاهد هذا الفيديو للنهاية وفضلا وليس أمرا صلي على النبي وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو العسل ولو لمرة واحدة اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد يتميز القرنفل بأنه من أكثر العشاب الفريدة التي يمكن مزجها مع المشروبات الأخرى للحصول على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم ويعد العسل من أبرز هذه المشروبات لذلك نقدم لكم من قناة الوصفات الزوجية فوائد القرنفل مع العسل وطريقة تحضير هذه الوصفة فوائد القرنفل مع العسل أولا تحسين عملية الهضم يستخدم مشروب القرنفل عند مزجه مع العسل في تحسين عملية الهضم وذلك بالسبب أنه من المشروبات ذات المحتوى العالي من المواد الكيميائية الحيوية وذلك عن طريقة تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة كما أنه يحد من حالات عصر الهضم والغثيان ثانيا علاج الأمراض الفاموية يوجد القرنفل دائما كأحد العناصر الأساسية في الكثير من معجنات الأسنان حيث أنه يحتوي على المركبات الكيميائية الحيوية التي تجتمل على الخصائص التي تخلصك من ألم الأسنان عند تناول مشروب القرنفل المنزوج بالعسل فإنك ستلاحظ تسكين ألام الأسنان حيث أنه كان يستخدم قديما في الأيرفيدة في الكثير من الممارسات الطبية لأمراض اللاثة مثل الالتهابات وذلك لأن المستخلصات التي توجد فيه قادرة على التحكم في العوامل الممرضة مما ينتج عن تناوله الحفاظ على نظافة الفم الصحية ثالثا الحفاظ على صحة العظام تحتوي براعم عجبة القرنفل على مستخلصات هيدروكوحولية مثل الفلافونويد والأيجينول والأيزوفلافون وتساعد هذه المركبات الفينولية في الحفاظ على كثافة العظام وهي مفيدة في زيادة قوة العظام وتعمل على منع الإصابة بهششة العظام تساهم المعادن الفيتامينات التي توجد في مستخلصات عجبة القرنفل مثل الماغنيسيوم وفيتامين دي والفصفور وفيتامين كاف الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام لما يؤدي إلى عظام أكثر صحة العسل أيضا على الحفاظ على محتوى المعادن الصحية للعظام رابعا علاج مشاكل الكبد يجتمل القرنفل على مادة فعالة تسمى الأوجينول وهي من المواد المفيدة لصحة الكبد حيث تساعد على علاج الكبد الدهني والتأثيرات التي تنجم عن الإجهاد التأكسدية وعند تناوله مع العسل فإن هذا المشروب يكافح تلايف الكبد ويحسن من وظائفه خصوصا وأن العسل يمنح الجسم الطاقة التي يفتقد إليها مرضى الكبد خامسا التخلص من رائحة الفم الكريهة عن طريق تناول مشروب القرنفل والعسل بشكل يومي حيث تطلق براعم القرنفل الإنزيمات الضرورية التي تقتل البكتيريا في الفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة كل ما عليك هو أن تقوم بغمرها في الماء لمدة 10 دقائق قبل إضافتها إلى العسل وبذلك تتخلص من رائحة الفم والنفس المزعجة 6 منع الضغط العصبي والتوتر يصنف العسل والقرنفل باعتبارهما من أكثر المشروبات التي تساعد على الحد من الضغط العصبي وعندما تجهما معا فإنك ستحصل على فائدة مضاعفة حتى تشعر بالارتياح وتتخلص تماما من الشعور بالعصبية والتوتر طريقة تحضير مشروب القرنفل مع العسل المكونات كمس حبات من القرنفل ملعقة كبيرة من العسل أي حوالي 15 جراما كوب من الماء أي حوالي 200 مل طريقة التحضير نقوم بوضع الماء على النار وعندما يصل إلى مرحلة الغليان كن بإضافة حبات القرنفل ومن ثم يغطى الخليط لمدة 10 دقائق على الأقل إذا كنت تريد طعما متوسطا بينما إذا كنت تبحث عن مشروب ذو مذاق قوي اترك الخليط 20 دقيقة يصف المزيج وإضاف له العسل اشرب هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم ولمدة إسبوعين على التوالي الفوائد الصحية من خلط العسل بالليمون هناك العديد من الفوائد الصحية من خلط العسل بالليمون فلا تكاد تخلو قائمة العلاجات الغالبية العظمى من الأطباء الذين يقدمون المشورة الصحية للمردى من وضع العسل أو الليمون في مقدمة القائمة وذلك لما يدركونه من عظيم الفوائد للعسل والليمون ومدى تأثيرهما على صحة الجسم وإذا كان الأمر كذلك ففي هذا الفيديو نقدم لكم مجموعة من الفوائد الصحية للعسل والليمون وقد أكد الكثير من الأطباء وخصائي التغذية في كل أنحاء العالم على أن تناول كوب واحد من خلط العسل والليمون قبل النوم بنصف ساعة له العديد من الفوائد الصحية الهائلة وبما أننا هنا في قناة الوصفات الزوجية حريصون كل الحرس على تقديم كل ما هو جيد ومفيد نقدم لكم الفوائد الصحية من خلط العسل بالليمون أولا يحسن صحة الأمعاء يعتبر الحفاظ على سلامة الأمعاء من بين أهم الخطوات الرئيسية للحصول على حياة صحية جيدة ويمكن تناول خليط الليمون والعسل قبل النوم بنصف ساعة ليقوم بهذه الوظيفة حيث أنه يؤدي إلى زيادة في عملية التمثيل الغذائية مما يجعل المعدة في حالة مستقرة لهضم الطعام الذي ستتناوله في صباح اليوم التالي وعصير الليمون المضاف إلى العسل مفيد أيضا في التخلص من الغازات والانتفاخات داخل المعدة ثانيا التطهير المعوي أثناء عملية الهضم توجب بعض الأطعم الغذائية التي تميل إلى التراكم في الجهاز الهضمي وفي حالة تناول كوب من الليمون المضاف إلى العسل بعد تناول الوجبات سوف يؤدي إلى تطهير المعدة والتخلص من معظم الأطعم الغذائية التي تتراكم ولذلك فالعسل والليمون يعتبران من أفضل الطرق لتطهير المعدة رابعا رفع قدرة المناعة داخل الجسم لا يحب أحد أن يصاب بالأمراض كما يكره الجميع أن لا يستطيع فعل ما يحبه وفي هذه الحالة يشعر الإنسان بعد مراحة وبالتالي عندما يحصل الفرد على فرصة زيادة المناعة لديه فيجب أن لا يفوتها ويعتبر فيتامين سي الموجود في عصير الليمون من الأشياء الفعالة جدا ويعطي نتائج رائعة في حالات نزلات البرز والإنفلوانزا والربو وخاصة بعد إضافته إلى الليمون خامسا تحقيق التوازن بين الأحماض داخل الجسم عندما يعاني الجسم من شدة الحموضة فإن الإنسان يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى كما أن تراكم حمض اللبنيك في الجسم قد يزيد إلى نسبة عالية وهنا يصبح من الخطورة أن تترك الجسم الضعيف عرضة لكل أنواع العدوى والحل يكمن في تناول العسل والليمون حيث إن مستخلص الليمون برغم من أنه حامض إلا أنه قابل للذوبان في الدم على عكس العديد من الأحماض الأخرى وبعد شرب العسل والليمون يوميا سوف تشعر بالتغيير الأكيد في جسمك سادسا يعزز رطوبة الجسم من الأشياء التي لا تحتاج إلى تفكير حاجة الجسم إلى الترتيب طوال الوقت وعندما يبدأ الجسم في الشعور بالجفاف تزداد درجة الضغط على الجهاز الدورية وينتج عن ذلك الإصابة بالإمساك في كثير من الأوقات ويعتبر تناول كمية معقولة من ماء العسل بالليمون طريقة رائعة لتجنب كل هذه الأعراض والتخلص من الإمساك سابعا يساعد في فقدان الوزن الزائد يحتوي الليمون على مادة البكتين بالإضافة إلى الألياف الأخرى التي تساعد على عدم الشعور بالجوع وعلاوة على ذلك عندما يدخل خليط العسل والليمون إلى المعدة فإن التفاعل بين العسل ومحفزات البنكرياس يزيد من معدل الأيضة ونتيجة لذلك يزيد معدل فقدان الوزن والتخلص من الوزن الزائد ومما هو جدير بالإشارة أن العسل والليمون يتحدان للمساعدة في هضم الدهون داخل الجسم وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء